قصة نبي الله آدم سباح الخير يا لجلوب رمضان كريم الله أكرم يا عارف عامل إيه في الصيام؟ نفسي آكل قوي التفاح اللي بابو جابه مبارح شكله حلو جدا بمناسبة التفاح تيجي أحكي لك حكاية سيدنا آدم وستين حوة وهتصلي صيامك يا ريد أنا كعارف نفسي أعرف أكتر عن قصص الأنبياء كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنحكي النهاردة قصة سيدنا آدم أول البشر أول إنسان ربنا خلقه في الأرض في الأول ربنا خلق السماوات والأرض والملايكة والجن وما كانش لسه فيه بشر فالجن كانوا عايشين على الأرض بس أفسدوا فيها وبدأوا يحاربوا بعض فربنا أمر الملايكة إن يبعيدوا الجن للجزر البعيدة في البحر ويفضوا الأرض علشان هتكون للبشر لما ربنا قل الملايكة على خلق الإنسان الملايكة سألت ليه يا رب هتخلق مخلوقات جديدة تقتل بعضها وتفسد في الأرض زي ما الجن عملوا بس الملايكة ما كانوش يعرفوا إن من البشر دول هيبقى في الأنبياء والصالحين والشهداء ربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون ربنا دايما عنده سبب وحكمة لكل حاجة بتحصل حتى لو إحنا مش عارفين السبب ده لازم نطيع ربنا علشان هو الخالق والأعلم من كل مخلوق ربنا أخذ طراب من الأرض وبدأ يشكل جسم سيدنا آدم بنفسه وبدأ خلق سيدنا آدم من طين بقى زي السلصال مجرد تمثال جسمه أكبر وأضخم مننا ربنا خلقه على أحسن صورة ظهر مفروض وجسم قوي فضل فترة سيدنا آدم مجرد سلصال زي التمثال مين بقى كان موجود؟ مين يا لولو مين مين؟ إبليس تعالوا نخرج الجنينة وكمل لك الحكاية هو زي إبليس من الجن وعايش في السمت مع الملايكة في الجنة إبليس كان من الجن ربنا خلقه من النار كان عايش في الجنة مع الملايكة علشان كان عنده علم وبيعبد ربنا فربنا قرمه ورفعه في الجنة لما إبليس شاف آدم وهو معمول من طين بدأ يلف حواليه ويقول إيه المخلوق ده؟ ده فاضي من جوه وقال لنفسه يبقى مخلوق ضعيف ده معمول من طين وأنا معمول من نار ده أكيد أقل مني وأضعف مني وبعد فترة من الوقت ربنا نفخ في سيدنا آدم من روحه وبقى عايش في الجنة ربنا علم آدم الأسماء كلها علموا أسماء الحاجات اللي الملايكة ما كانوش يعرفوها أول ما نفخ ربنا في سيدنا آدم أمر الملايكة أن هما يسجدوله تكريما ليه؟ فالملايكة كلهم سجدوا إلا مين؟ إبليس وقف متكبر وقال أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين أنا أقوى منه فعصى إبليس ربنا ورفض يطيع أوامره فربنا طرده من رحمته ووعده لعذاب في جهنم بس إبليس بدل ما يستغفر ويندم على اللي هو عمله قال لربنا ديني فرصة لحد يوم القيامة هخلي المخلوق ده يعصيك ويدخل النار معايا هو وأولاده أولاد أولاد أولاده فكان آدم عليه السلام الجنة وأكل من صمارها وعاش فيها ولكن كان بيشعر بالوحدة فخلق ربنا حواء علشان تكون زوجة لسيدنا آدم وأم لكل البشر خلقها من ضلع آدم لكن ربنا عطى أمر لآدم وحواء قال لهم ما تقربوش من الشجرة دي تمتعوا بالجنة كلها ولكن الشجرة دي ما تقربوش منها مين بقى كان بيرائب ويخطط من بعيد إبليس إبليس كان مستني الفرصة ربنا كان محظر سيدنا آدم وستنا حواء من إبليس وقال لهم أنه مش هيسيبكو وهيعمل كل حاجة عشان يطلعكو من الجنة فما تسمعوش كلامه مهما حصل فضل آدم وحواء عايشين في الجنة وبيعبودوا ربنا بس كل شوية الشيطان إبليس يدخل الجنة ويحاول يقنحهم يكلوا من الشجرة دي سيدنا آدم ما كانش بيسمع كلام إبليس بس هو ما كانش بيذهب هو عنده هدف واحد محدد أنه يغوي آدم وولاده ويطلعهم من الجنة ويخليهم يعصوا ربنا فضل إبليس يزن ويزن على سيدنا آدم وستنا حواء وأقسم لهم بالله أن الشجرة دي لو كلوا منها هيبقوا ملايكة وعلشان سيدنا آدم كانت فطرته سليمة وما تخيلش أبدا أنه ممكن حد يحلف باللكن سدق إبليس وفعلا راحوا أكلوا من الشجرة اللي ربنا نهيهم ما يقربوش حتى منها وأول ما أكلوا الملابس اللي كانوا لابسينها من الجنة اختفت وفضلوا يجروا يغطوا نفسهم بورق الشجر وساعتها عرفوا أن هما وقعوا في زنب كبير أوي أن هما ما سمعوش كلام ربنا وأن الشيطان ضحك عليهم ربنا قال لهم مش أنا حذرتكم من الشيطان وقلتلكوا الشجرة دي ما تكلوش منها هنا بقى رد فعل آدم عليه السلام كان إيه اعترف بزنبه فورا واستغفر ربنا وتاب على عكس إبليس اللي دايما بيتعمد المعصية ويقعد يبرر غلطه ربنا سامح آدم وحواء ولكن علشان عصوه خرجهم من الجنة ونزلهم الأرض وده كان درس الآدم علشان يعرف مين عدوه وأن الشيطان إبليس عدوه لي لحد يوم القيامة وأن لازم يطيع ربنا حتى لو مش باهم السبب كونت علمنا أننا لما نعمل زنب لازم نتوب ونستغفر على طول علشان ربنا يسماحنا وبدأ سيدنا آدم وستنا حواء بالحياة على الأرض وخلفوا أولاد وبنات كتير وبدأت الحياة على الأرض بس يا تارة هيحصل إيه بعد كده ترجمة نانسي قنقر